أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية عند ولادتي سيقول لهم ذلك أيضا من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله للدلالة على رسالته وأبرئ الأكمه والأبرص وليس لهم عند الأطباء دواء كان عصره عليه السلام عصر الطب فجاءهم بمعجزات عالية مع ذلك ما آمنوا به لأنهم لم يتبعوا الطريق الذي عليهم أن يسلكوه بدءا من التربية بالبداية والنهاية فالآيات الكونية ليتوصلوا لربهم ويقيموا صلات السمو والكمالات بل اتفقوا على صلبه فكل من لم يسلك طريق الإيمان نهايته التكذيب بالحق وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بلا إله إلا الله إن كنتم مؤمنين صدقتموني كل من لم يسلك الإيمان نهايته التكذيب بالحق فكل ما سبق بالآية كل ذلك سيفعله بإذن الله وقد فعله وما آمنوا حيث كانت الدنيا غالبة عليهم بل عارضوه حسدا وغيرا لعدم وجود الإيمان في نفوسهم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا لما بين يدي من التوراة بياني مطابقا لما فيها وضمنها ومنها لم يأتي بجديد بل أول لهم التوراة التأويل الصحيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم حرمتموه على أنفسكم بالباطل كل ما حرمتموه كذبا لا أصل له وكانوا قد حرموا على أنفسهم أشياء كثيرة وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ الكيفية التي جئت بها إلى الدنيا كانت آية لي من الله وذلك بولادتي لما جئت من دون أب وتكلمت في المهد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فهل ولادته من صنع السحرة وكلامه في المهد من صنع السحرة متى تعلم السحر فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله كيف وأطيعون اسمعوا كلامي ودلالتي إن طبقتم واستدللتم صارت لكم التقوى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه أدعوكم لعبادة الله لا لعبادتي الساحر يدعو لعبادة نفسه ومعصية الله ولا سيما الفواحش جئتم للدنيا لهذا لتعبدوا الله وتسمعوا كلامه هذا صراط مستقيم هذا طريق الحق الموصل للسعادة فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فلما أحس عيسى منهم الكفر سيدنا عيسى بعد أن جاءهم بما جاءهم به من معجزات وآيات عارضوه ودعاهم الحسد والغيرة للكفر هذا في كل عصر يقع إذ لحقوا علماء عصرهم وتركوا رسول الله عليه السلام الذي جاءهم بالمعجزات فلما شعر بكفرهم وما أضمروا له فلما أحس عيسى منهم الكفر نكروا هذه الدلالة الكفر أنواع منها إنكار الحضرة الإلهية لكن الذين عناهم سيدنا عيسى عليه السلام هم الذين نسبوا إلى الله عدم العدالة الجهل ما أمنوا بأنه تعالى هو وحده المسير نكروا عظمة الله لما شعر عليه السلام بكفرهم وما أضمروه له قال قال من أنصاري إلى الله من ينصرني من يساعدني على دعوتي وهكذا فالدين لا يدخل إلى القلب بالسيف بل بالمنطق ولكن بعد ذلك يجبر الكافر على سلوك طريق الحق بالإكراه وهكذا فتح المسلمون العالم الإسلام دين منطق وعقل فإن لم يسمع الإنسان بالمنطق والبراهين عندها تجرد السيف في وجهه أولا تبين له بالمنطق فإن أبى تحاربه وتأسره فتعامل هذا الأسير بالإحسان وتضع عليه اسم الرقيق هذا إن فكر هدي فالإنسان له عقل وفكر الحيوان له عقل وإلهام أما المؤمن فله عقل وفكر وإلهام الفرق بين الإنسان والحيوان بالفكر الإنسان يفكر أما الكافر فلا يفكر قال الحواريون الذين حاوروه تفاهموا معه وعوا كلامه طبقوه كانوا يسألون عيسى عليه السلام عن الله ليتفقه في دينهم كانوا يتناقشون مع عيسى عليه السلام وذلك مثل المؤمن الصادق نحن أنصار الله آمنا بالله نحن أنصار الله كيف صاروا أنصار الله آمنا بالله وهنا اهتدوا إلى الله لأنهم آمنوا بالله لما آمنوا بالله نصر الحق فصارت لهم ثقة بالله فاستسلموا لله إذا اهتديت سرت مع الحق ونصرته عندها تستسلم لله بحبك له واشهد بأننا مسلمون مستسلمون إلى الله هناك إسلام بعد الإيمان به يعرف أن كل شيء من الله محض خير وأن الحمد لله على كل حال فيعرف أن الخطأ من الإنسان ذاته مما كسبت يمينه شر من الله لا يكون أبدا فعلى الإنسان أن يسعى أولاً للتوصل للإيمان بلا إله إلا الله وأن يعقل ذلك عندها لا تغلبه نفسه على أمره يظل محفوظاً من المعاصي ولا يرمي نفسه بالسوء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت بالتورى وعلى عيسى عليه السلام واتبعنا الرسول سيدنا عيسى فاكتبنا مع الشاهدين مرشدين للخلق الذين يدلون الناس على الله وهذا أعظم مقام خلقنا لفعل المعروف والإحسان اكتبنا مع أهل السعادة الذين يدلون الناس على الحق لقد جاء الإنسان للدنيا لفعل المعروف حاول أن تتداوى نفسيا حتى تصح وتصبح طبيبا فتداوي غيرك وتنقذه من الهلاك وهذه وظيفة الإنسان ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ما أعجبهم قوله لأن الإيمان يمنعهم عن الآثام والشهوات دبروا تدبيرا لقتل عيسى عليه السلام كانوا اثنى عشر أي الحواريون آمن أحد عشر واحد منهم خائن اليهود دخلوا الغار مع الخائن فألقى الله الشبه على الخائن وصلب وَمَكَرَ اللَّهُ دَبَّرَ اللَّهُ لَهُمْ لِتَخْلِيصِهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تدبير الله خير لجميع الخلق يؤدي الخير للذين يمكرون كان تعالى قادرا على هلاكهم ساعتها لكن جعل لهم علاجات أخرى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك عند الموت ملك الموت يتوفى الروح التي وضعها لما كان الإنسان في بطن أمه وهذه وفاة الموت لا وفاة النوم قال تعالى في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم لكن الله تعالى عندما يتوفى الإنسان معناه آخذه بكليته لأنك كلك ملك لله نفسا وروحا وجسدا فوفاة سيدنا عيسى عليه السلام هي وفاة النوم إني متوفيك الآن آخذك لما سمع عليه السلام ذلك تأثر بنفسه لأن الإنسان جاء للعمل العالي وهو عليه السلام لم يكن قد عمل شيئا يذكر ويتناسب ومقامه العالي حيث دعاهم ولم يؤمنوا فطمأنه تعالى بقوله ورافعك إلي فيما بعد بعملك الذي ستعمله فالعبادات وسائل ليتمكن المؤمن بها أن يعمل الصالحات لذا تألم عليه السلام فطمأنه تعالى بأنه سيأتي يوم يكون له فيه أعمال إذ الرفعة بالعمل قال تعالى في سورة فاطر والعمل الصالح يرفعه ومطهرك من الذين كفروا يوم عودته لن يوجد كفر سيأتي يوم لا يبقى في زمنك كافر ستمسح الكفر من الأرض وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك يومها فوق الذين كفروا ستحصل قبل مجيئه حرب مطهرة ثم يظهر فيجمع المؤمنين ومن بعده سعادة وسلام دولة الكفر تزول إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة حتى الساعة لا يبقى كفر أبدا ثم إلي مرجعكم بعدها فأحكم بينكم كل إنسان وحقه فيما كنتم فيه تختلفون كل إنسان سيعطيه حقه بالتمام فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا نكروا لا إله إلا الله وظلوا على كفرهم إلى يوم الساعة المعلومة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا سيحل بهم الهلاك ساعة إذن ستطهر الأرض منهم إن لم يرجعوا لعلهم يعودوا للحق وإن ما رجعوا والآخرة معذبهم أيضا وما لهم من ناصرين يومها ويوم القيامة لا بد لهم من المداوى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآن فيوفيهم أجورهم عطاء إثر عطاء واحدة بعد واحدة والله لا يحب الظالمين لأنفسهم نفسك أمانة بين يديك جعلها تعالى عندك لتهذبها لتسمو بها إن كنت مؤمنا لا تؤذي نملة المؤمن يقاصص ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات الدالة على لا إله إلا الله والذكر الحكيم لكل حادث حديث فكل آية وبمناسبتها وأسبابها كل واحدة بمحلها فكر واستدل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم تقولون عيسى دون أب آدم لا أم ولا أب خلقه من تراب هذه النطفة من الطعام والشراب والسيدة مريم كذلك أكلت فتكونت النطفة ثم قال له كن فيكون كما خلق آدم من تراب بلا أب كن فكان كذلك عيسى عليه السلام الحق من ربك فلا تكون إلى الممترين الحق من ربك الحق لا يفهم إلا عن المربي إذا الإنسان ما فكر بالتربية وآمن بلا إله إلا الله فلا جدوى له مهما كلمته لا يفقه على بصره غشاوة إما فكرت بالمربي وآمنت بلا إله إلا الله لا طريق لك سواه التربية الإيمان بها سهل من يطعمك عمق بها هل من أحد غير الله يد الله وحده هي التي تسير هذا الكون وهكذا فالإنسان الذي لا يفكر ببدايته ويعرف لا إله إلا الله ينكر عيسى عليه السلام فينسب لأمه السوء وآخر يقول ابن الله الطرفان على ضلال فمن لا يفكر بالتربية لا يفقه شيئا من الحق فلا تقوم من الممترين لا يغيب عنك ذلك أنت تعرف ذلك عيسى عليه السلام جاءهم بمعجزات فما ساروا بالحق حيث أنهم لم يفكروا إن لم يستقيموا فيسيروا بالحق فلن يهتدوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه بعيسى عليه السلام النصارى قالوا لك عيسى إله واليهود نسبوا لأمه الفاحشة من بعد ما جاءك من العلم إذا الإنسان ما سار بطريق التربية وعرف المربي إما نظر ببدايته ونهايته لا يدرك الحق ومهما بيّنت لهم إن لم يسيروا بطريق الحق لا يهتدون فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى الله نطلب بصدق أن يرينا الحق من إقباله على الله أحسن فهو الأفضل كل واحد منا ليغمض عينه ويلتجئ إلى الله إن وجد أن سيره مع أهل الحق مبني على صدق أم على كذب إن كان صادقاً لابد أن يفتح الله عليه إذا نفسك أقبلت واستسلمت فأنت صادق وما سوى ذلك فأنت كاذب الطريق تب عاهد على الاستقامة تقبل وبعدم الإيمان تفعل السوء لا تصلي لا ينطبع في نفسك شيء من الكمال فنجعل لعنة الله على الكاذبين لن تتمكن النفس الخجولة من الإقبال على الله لما عملت من أعمال خبيثة أما هم فما أرادوا ذلك فإن صدقت فلابد أن يعطيك مرادك إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق هذا هو الطريق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم وإن الله وحده لهو العزيز الحكيم يعطي كلا العلاج المناسب كل واحد يعطيه حقه بحسب ما يناسبه بحسب حالك يسلط عليك لكي ترجع إلى الحق فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا أعرضوا بعد هذا البيان فإن الله عليم بالمفسدين نفوسهم فاسدة عليم بكل واحد يعطيه حقه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلنا مقرون بها لا نتقيد إلا بها وهي كلمة لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله كل قول مخالف لكلام الله فهو رد وهذا في كل عصر يجب تطبيقه وهذا ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نشرك به شيئا لا أحد أيا كان لا نسير إلا بدلالة الله غير كلام الله لا نطبق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من القرآن وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَظْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ الله تعالى يُرَبِّك بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالدَّلَالَةِ الْعَالِيَةِ هو المربي لأنفسنا وعلى دلالته نسير فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ طائعون مُسْتَسْلِمُونَ فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة لا متممة وكل رسول وكل مرشد صادق لا يأتي إلا بدلالة عن الله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لعلهم يفكرون فيرون خطأهم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام ما كانت توراة ولا إنجيل يقول كل منهم كان إبراهيم يهودية والآخرون يقولون نصرانية أين تفكيرهم؟ كذلك أنت إن لم تفكر تضيع وهكذا قال عامة الناس من اليهود إبراهيم يهودي والعامة من النصارى قالوا نصراني فقرعهم الله تعالى بقوله أفلا تعقلون بزمنه لم يكن موجودا يهود ولا نصارى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم ها أنتم أيها اليهود ها أولاء ويا أيها النصارى حاججتم مدعين أن لكم به علم فيما لكم به علم في الذي لا علم لكم صحيح به وهو عيسى عليه السلام فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فلم تحاجون في إبراهيم ولا علم لكم به أبدا تقولون عنه يهودي أو نصراني والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تعالى يبين لك طريق السعادة والجنة الله أعطاكم أهلية كاملة فإذا سمعتم كلمة أو قولا فناقشوه أين هو من كلام الله هل هو حق ومنطقي والحمد لله رب العالمين